مشروع قانونين جديدان على طاولة الكونغرس قدمهما أعضاء من الحزب الجمهوري من شأنهما فرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات في العراق وعلى نظام طهران كجزء من محاولة لإعاقة عودة إدارة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي ويصنف مشروع القانونين بشكل رسمي الميليشيات المدعومة من إيران في العراق على أنهما منظمات إرهابية ويدعوان لفرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان في إيران في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن في مجموعة من التنازلات بما في ذلك تخفيف العقوبات بهدف إغراء طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتبدو فرصة التشريعين الجمهورين أمام الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضئيلة لكن القانونين يهدفان إلى إصال رسالة إلى طهران والقوى الأوروبية مفادها أن جزءا كبير من المشرعين الأمريكيين يعارضون سياسة بايدن ومستعدون لإعادة فرض أي عقوبات قد يتم رفعها في الأسابيع والأشهر المقبلة وهما قد يعرقل أي اتفاق نووي نظرا لاشتراط إيران عدم نقض الاتفاق من أي إدارة في حال عادت إلى الصفقة وقد يكتسب هذا الجهد قوة دفع بين الديمقراطيين أيضا الذين كتب سبعون منهم في الأقل مؤخرا إلى الرئيس بايدن يحثونه على عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران كشرط مسبق لإجراء محادثات حول برنامجها النووي المتنامي وينص مشروع القانون الأول على فرض عقوبات جديدة على ميليشيا سيد الشهداء المدعومة من إيران والمسؤولة عن الهجمات على قوة التحالف الدولي في العراق وهي نفس المجموعة التي قصفها بايدن مؤخرا في سوريا كجزء من عمليات انتقامية لهجمات على الولايات المتحدة في المنطقة أما التشريع الثاني فمن شأنه أن يطلب من الحكومة الأمريكية أن تحدد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على القيادة العليا لإيران بما في ذلك المرشد علي خامنئي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين كما سيطلب إعداد تقرير عام يفضح إمبراطورية خامنئ المالية ودعمها المتواصل للإرهاب اشتركوا في القناة